سيليكون فالي ده يعتبر ده المكان اللي خرجت منه التكنولوجي للعالم الكلام ده كان زمان قوي كان يمكن في التلاتينات كانت فكرة عند حد كان دكتور كبير في جامعة ستانفورد وبعدين بدأ ان هو يينفست في بعض الستودنتس عنده وطلع من هناك بقى انتل و اتش بي وشركات كبيرة جدا طلعت من المكان ده ودي تعتبر يعني قلعة التكنولوجي في العالم واي حد بيتعامل في مجال الانتوبنورشيب لازم يكون عارف كويس جدا المكان ده انت كنت موجود هناك في المكان ده بالظلط صح كده واشتغلت هناك فترة ورجعت من هناك احنا عايزين نعرف تجربتك هناك الاول ايه اللي حصل لان يعني انا عايز اقول بس اللي برضو مش مقدر اللي احنا بنتكلم عنه سيليكون فالي دي لو كانت دولة يعني هيخراجت تقريبا نص مليار درات العالم ولو كانت دولة كانت ممكن تبقى ترتيبها مثلا رابع او خامس اغنى دولة في العالم يعني موضوع قوي جدا وكبير جدا للي برضو مش عارف احنا بنتكلم عن ايه فاحكيلي بقى قصتك هناك وتجربتك وعملت ايه وقرارك في الرجوع مجموعة اسئلة مرة واحدة باش هو بصراحة انا كان عندي شركة هنا وانا قلت انا عايز اروح اتعلم وانا حاجة مهم قوي ليا في حياتي هو التعليم كويس انا عمي بكلمة سنات كذا يعني قول لي كذا لا لا انا مشيت من حوالي سنتين عظيم بوقت الكورونا كنت رايح اصلا انا اتقابلت في ستانفورد فجالي خلاص جالي اوفر يعني اروح هناك اذاكر فاعمل لكان بعد الجامعة ولا كان الدراسة لا لا انا جالي اوفر عشان اعمل ماسترز مسترز في ستانفورد فقلت بقى انا اخدت مراتي وعيالي وروحنا امريكا سنة وذاكرت في ستانفورد وبصراحة كان experience هايلا يعني ستانفورد زي ما حضرتك قلت يعني لو سيليكون فالي قلب التكنولوجيا في العالم هو ستانفورد هو الاساس كل الافقار بالضبط يعني احنا في كل يوم اننا منروح للصف يعني وعندك السي او بتاع دروبوكس والسي او بتاع كذا كل الشركات دي وعادي معاك وهم جايين عشان هما كمان يتعلمون يتعلمون من الناس اللي جايين ستانفورد حظيم الاسماراتي هناك بصراحة امبسط قوي تعلمت حاجات كتير تعلمت كم سنة هناك انا عدت بس سنة ونص سنة ونص سنة ونص انا يعني تعلمت حاجات كتيرة اتعلمت اول حاجة حاجات صوفت كتيرة يعني فزي في امريكا او في سيليكون فالي الرواد العمال هم هم بحافظوا على وقتهم هم اللي بحافظوا على وقتهم بطريقة يعني حاجة جميلة قوي وحاجة يعني حاولة تحترام الوقت ان احنا نبقى مقدرين الوقت نفسه بالضبط ومهمة العلاقات ستانفورد عملتلي شخصيا فتحت لي ببان في العالم كله فعشان يعني وزغارة العالم وده اللي كان حلو في ستانفورد لما تلاقي كل الناس من كل البلد وكلهم عندهم افكار وكل واحد عايز يبني شركة فكل واحد بيساعد بعض والعلاقات مهمة وثالث حاجة الادارة العمال يعني عشان تبني شركة يعني كبيرة لازم تكون متفائل ودي حاجة يعني انبسط تقوي هناك كل حد بيكلمك على افكار وفي افكار يعني جنين شوية بعيدة بعيدة قوي بعيدة عن انها تحصل وتكبر وتنجح بالضبط ويقول لك فكرة بس انت عارف انت ممكن الرجل ده هو ده جاي من كانت مرة بتعرفش جاي من كميوريتي مختلفة ومن بيئة مختلفة هو عنده فجن عند رؤية يعني شركات زي جوجل وفيسبوك كله جايين من ستانفورد كلهم وقاكل وكل الشركات كانت هناك فهي كانت حلوة قوي بصراحة الالكسبرينس كانت هيلة وانبسطت هناك بس انا بفتح شركة جديدة فوانا شايف دلوقتي مصر عشان كده رجعت شايفها احسن وقت تفتح شركة في مصر مصر عندها ميزة حلوة قوي للأنترورنور اول حاجة عندنا سوق كبير يعني احنا 110 مليون مصري 60 في المية تحت التلاتين فده معناها فيه كتيرا سوق شاب سوق شاب بزبط فممكن تبني شركة على سوق في مصر بس كمان ممكن تكبر لمناطق تانية اول حاجة احنا عشان احنا في الشرق الاوسط ومنكلم عربي ويعني عندنا كولشورال كومونالتي مع السعودية ودبي وكده في دول كتير بتكلم نفس اللغة وفي ارضها مشتركة فممكن نكبر ليه؟ ليه شرق الاوسط وطبعا المستثمرين من هناك بيستثمروا دلوقتي في مصر كتير قوي فده حاجة كويسة وفي نفس الوقت احنا كمان في قارة افريقيا وافريقيا دلوقتي دي قارة يعني هو عندها اسرع توسع في العالم ففي مصر ممكن تكبر لدبي او السعودية بس في نفس الوقت ممكن تكبر لنيجيريا او جنوب افريقيا فعشان كده رجعت مصر طيب عظيم جدا خلينا نتكلم شوية عن منصة بتاعتك عايزين نعرف الاول الفكرة جات منين وخطواتك في ان انت تعمل منصة بهذا الشكل اوكي فانا اللي حصل انا فتحت اول شركة ليا في 2008 2008 اسمه شركة سوفتوير في 2016 ليا نفسي عندي 60 موظف واول مرة افتح شركة وعندي مشاكل اول مرة انا جديد علي المشاكل جديد علي بنوع ده من المشاكل جديد علي وعايز اتكلم ناس واسألهم يعني اتكلم اصحابي اقول له بص انا حصل لي كذا كذا وهو ما عندوش شركة فمش فاهم المشكلة اللي انا او مش مقدر حجم المشكلة وحجم المعاناة اللي انت تتعني بالضبط فقلت خلاص عزم 30 لقيت اصحابي اللي عندهم شركات عزمتهم على مطعم عزمتهم عشان وبدأنا نعمل وبدأنا نعمل افنتات يعني كله كم شهر وكبرت لحوالي 5000 عضو وعملنا في قاهرة واسكندرية ودبي اشتركوا في القناة